موضوع حلقتنا النهاردة يا شباب هنتكلم فيه عن الهاكرز واعلقت الهاكرز بالكيانات الفضائية يعني هل الهاكر دول كيانات فضائية ولا هما جاي من عالم تاني ولا الناس ديمين بالزبط علشان بقى نخلص من الدوشة بتاعت الهاكرز دول عالم واحنا عالم عشان نخلص بقى من الخوار بتاع الهاكرز اصلا عقلهم متصنع في الفضاء ما احنا لازم نفهم برضو يعني ما ينفعش تقول ان انا عقلي متصنع في الفضاء المهم هتابعني بعد الانترو علشان تعرف ايه هما الهاكرز اصلا وليه هما مميزين عن باقي الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا مرحبا بكم جميعا معكم المهندس محمد جمال من قناتكم الحرف التقني طبعا انا قبل الانترو كنت بقولك ايه هما الهاكرز الهاكرز يا جماعة مش كائنات فضائية الهاكر دول مش جاي من السحاب ولا حاجة لا سمح الله يعني انا الفترة اللي فاتت بدأت اشك في نفسي من قطر الحاجات الخالية اللي بسمع ان الهاكرز بيعملوها فعلا ده خيال علم يا جماعة الناس اللي بتتبع اخبار الهاكرز وبتتكلم عنهم هو مش بيتابع اخبار الهاكرز الناس اللي بتقلف قصدي اخبار الهاكرز وبتتكلم عنهم دعوا وقعيين وحسونا اننا عايشين بجد لا تحسسن ان هاكرز كام فضائي لا تحسسن ان هاكرز معد سبيدر منو سوبرمان هو قام عدوهم علميا بس مش معدوهم في قوات خارقة فلازم نبقى فهمين على قل يا اخي اسبوك يعني بص حسسني ان انا احمر بس بالطريقة انما تجيش تقفر في الحقيقة علشان تطلع هاكرز من عالم تاني هاكرز هو شباب هاكرز هو شخص عادي جدا زي زيك بشر زينا يا جدعان والله الهاكرز بشر لكن عنده القدرة على فهم وتحليل المعلومات اسرع منك ايه السبب؟ ان الهاكرز عنده القدر الكافي من المعلومات في مجالات معينة في الكمبيوتر زي البرمجة اللي خليته بيقدر يحلل المغطيات والمفاهيم اللي قدامه بشكل سريع يعني الراجل مش كان فضائي اهو الراجل عشان يتعلم وتأسس صح ما تحسنيش بقى ان انا بتكلم من كوكب الظهرة انت ايه احوال كوكب المريخ معاك يا عم فوق الهاكرز هو احد زي زيك انا هاكرز لو انت بكلامك ان الهاكرز كده فانا مبطرش ليه ما انا هاكرز يا جماعة انا درست امن معلومات يعني انا هاكر ومش ايه هاكر محترف بالنسبة لدرست امن معلومات انما لما نجي نتكلم على الهاكرز لا يا باشا الهاكرز ده بيطير الهاكرز ده بيعمل حاجات غريبة حاجات فوق الخيال انتهى بليا لا يعني سبقتها ازاي ما هو مش اي عبط ما انا تعبت برضو يا جماعة مش اي عبط والله الهاكرز هو شخص عادي جدا استطاع تعلم بعض المجالات البرمجية وبعض المجالات الخاصة بعلوم الحاسوق علشان يوصل لمستوى اللي انت بتقول عليه ان هو خالع طيب يا شباب احنا كتير جدا بنتكلم عن امن المعلومات والهاكرز سواء على القناة او على مدوانة الحرف طيب الهاكرز بيتم عمليات الاختراك ازاي الهاكرز يا جماعة بالحاجات اللي هو ادرسها سواء في التحكم في الانظمة او البرمجة او الكلام ده كله اهلوا اهلوا ان هو يعرف يشوف تفاصيل في النظام انت كمستخدم عادي ما بتعرفهاش فمكنه ان هو اشوف الصغرات اللي موجودة في البرمجيات في الموقع لانه الراجل فاهم برمجة انت مش فاهم سهل ازاي انا فاهم برمجة انت متعرفش برمجة فمش هتشوف التفاصيل اللي انا بشوفها في الموقع مش هيخطر في بالك الاماكن اللي احنا ممكن نخترك منها موقع طيب بعد اما بشوف الصغرات الامنية دي بقى المهمة اللي احنا بنقوم بها وده عملية الاختراك تمام من هنا ببدأ انا عملية اختراك سواء بقى اكوات برمجية او بتولز او باي شيء اي شيء حتى لو بيت تفكير كده شغل اختراكات انت فين بقى احنا يا جماعة من الارض زيكم او احنا موجودين في الكوكب ده معاك طيب يا شباب هل حكاية ان انت هاكرز تكون كائن فضائي ده شيء غريب لا مش غريب لان احنا كده كلنا عايشين في الفضاء لان اي حد ممكن يكتسب القدرات النواي بهاكرز وسبق وشرفنا في فيديو قبل كده يا جماعة ازاي تبهاكرز بالطريقة الاكاديمية وبصراحة غرض الفيديو ان انا اقول لكم يعني ان الهاكرز بيعمله مش حاجة خيال علم يعني الهاكرز بينفزه مش مستحيل على اي حد النواي يعمله بالعكس حاجة في المتناول عندك وعندي وعند اي شخص حابب يتعلم مجال اختراكات امنية وامن معلومات وعشان كده هنعملنا القناة دي اصلا واتمنى ان تدعموا الفيديو ده باللايك علشان يوصل لك برعداد ممكن من الناس في المقترحات وكده وشير باعشان نوصل لاصحابك وابع صحابنا احنا كمان وما تنساش اشترك في القناة فعل زر الجرس واشوف الفيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة